سلام لبنات كديرين بي خير لبس عليكم كانت منا تكونوا بأحوال جيدة وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنسونا كيف عادة دي لكم اللايكات فضلا وليس أمرا وندخلوه في الموضوع دي لنا مع سارة توركيا سارة لبنات اللي غابرة على اليوتيوب ولا كرها حاضرة في الانستغرام غير هو مؤخرا غبرات حتى على الانستغرام وآخر ستوري ليها كان في واحد القهوة في عين الدياب في فقازة كيف ما العادة وصارة مكتخفعتها على شي واحد يعني ضروري اللي جابو النهار كيما تيقولوا اللي جابو الليل لا ما عارت كيف هاش اللي جابو النهار يبشي في الليل فهمتوني يعني تجماع ولا تدير المستقبل ديالها أو لا تفكر في مشاريع أو لا أبدا ديك العقلية ما عندهاش النضج ديالها بطيء جدا جدا مع العلم أنها وحد الأم مسؤولة على الطفلين وخا عندهم الأب ديالهم كتبقى الأم دائما تفكر بولادها ماديا أو معنويا وهي ما عندهاش للأسف هات الصيفة هادي فصارة غبرات والناس كتتسائل فين غبراتوا على شو هي الدخل ديالها الوحيد هو اليوتيوب شكوني قال لكم شكوني قال لكم صارة عند هالدخل الوحيد ديالها هو اليوتيوب فمش حال هاي فاش كانت في تركيا كانت كتغبار وهذا داليل على أنها عندها فلوسها غير ذيك البلبالة اللي كانت نوضت فاش كانت بغت أولادها يمشوا عند بواموية تحبط للمغرب وانا ما عنديش واش نوكل الولادي وبعش ما هو إلا واحد الخدعة باش انتوما تضامنوا مع السيدة وبوزوا ذاك الشيء لأنه ميمكنش هذا كتما قيمة تناقض يعني ما عنديش ما نوكل الولادي بغيت نبيع العود لموتور دائما من هنا هاتي وهي رف حدات وراء ما شي ما عنديش ما توكل الولادها يرى المخطط دياله كان من شحال هاي وواجد فهمشون يا البنات لهذا ما تقاشوا بنات متهزولي لهم كتر من القياس الخصوص من ناحية المادية لأن خصكم تحرفوا واحد لحاجة البنات هذو اللي يبانون لكم كاملين في مواقع التواصل الاجتماعي كلهم تاشي واحد فيهم ما محتاج مادم عندهم تليفونات وعندهم ويفي وعندهم بشدير اللي كارغة أقول له هي التعبيئة ويصوروا لكم ويحطوا لكم ملاقيش الخبز يأكله ملاقيش بيوصل لك انتي او انت يوصل لك المعاناة دياله ما عندهوش حتى تليفوناتو كما محتاجين اما هذو كاملين اختلت تشوفوه نايا ديرين قناوتو كيسا ورتيش واحد فيهم ما محتاج هذي في واحد بين قوصين وصافي باش تفرقوا ما بين المحتاج وباللي ما محتاج على العموم صار يعني مؤخرا ركو مشتوا هبطات المغرب السيداء تبدلت ولكن مشت في الهوى دياله اللي كانت في تركيا اللبس نفس اللبس العراء القهاوي الصافار بحل السيداء ما خليت شي حاجة مراهب وهي عندها مسؤولية ديال طيفلين لخلاتهم حتى ولو كانوا محتاجين لها ماديا فهم محتاجين لها معناوية وبزاف واتشي شفناه في اخر فيديو صوراته مع اولادها ديال الفراق ديالهم كيف تأطروا ذلك الوليدة لخاصكم تعرفوا ان تقدر هي النية ديالها مصورة ذلك الفيديو مشاهدات وتعاطف الناس بغت جدا هات الشي اللي قلت لكم ولكن هما النفسي ديالهم فعلا متضمرة هي ماشي هي كتمثل انها متضمرة ولكن هما لا حتى شوفوا كو كانت هي متضمرة ما جيش شوحدة يقول يا اكت تحاول تتعايش قول الله اختي مني وجبد انا كاما نقدرش انا نتفرق على الولاد ونجي ماشي نصافر ونقول هذا احسن عيد ميلاد ونقول كنت مقيدة را كان الكلماتك يخرجوا من الفم ديالها را لا حوله ولا قوته كنت مقيدة تحررت من القيود لانكو كانت مثلا دوجه وطلقات نقوله اه كنت هدر على الراجل هذا هو القيود وكنت هي كنت هي عيشة مع وليداتك يعني علش غتتسميهم قيود في نظركم علش غنسمينا الوليدات قيود كنت تعرفوا المال والبانون زينة الحياة الدنيا يعني هدوك الوليدات را كاللي بغاهم ملاقيهمش للاسف كاللي بغاهم يغوتوا يلعبوا يديروا ديك الضجة في الدار فهمتوا الوليدات صراحة هي حاجة اللي يزوينا من عند الله سبحانه وتعالى واحد النعمة اللي قليل ليس قليل كاللي ما كيعرفش قيمتها للاسف لا يحفظوش على وليداتهم و يجعلهم ضحايا دي المجامع طبعاً ما غيكونوش عايشين مع أبوهم مزيان كيف ما غيكونو مكانوش عايشين مع أمهم مزيان غير هو غاديكونوا عايشين مع أمهم مثلاً 90% مزيان و10% محتاجي للأب بالعكس دابا غيكونو تقريباً عايشين مع الأب مثلاً 20% أو 30% والما باقي محتاجي للأم لأن الأم كما قلت لكم تقدر تلعب الضور دي الأب والأم ولكن العكس غير صحيح دابا حالياً وقعت في المشكلة للرحيل ديالها اللي كان جاء من توركيا ما وصلوا وتعكليها في الديوانة والمشاكيل والروينة وشتيغة ما فهمت شانية وجدك شيء ما كانش في المغرب مع العلم ذك الشيء الإنسان قاعدة نقوله إحنا ما تبدريش وهذا تبيعي تبيعي كل شيء تماك ويجي الإنساني قد تداره على كما تقوله على فصالة الدار على قد البيوت صالون على قد الصالة بيوت الناس على قد بيت الناس ما فهمتش أنا بحل المغرب جاية للقحط أرا هي كتمشي تمشي وكتزلق في الكلمات ولكن كتحاول تعالجهم أرا قدري جبالك في مكشي مرات أرا واحد قال له هذا الشي يقولولي شلحة شلحة صدق غابر في الحبس لأنه كانت شيء حويج لا تقارنون مع مرك ما تقارنين المغرب بتوركيا أو تقارنين المغرب بتونس أو تقارنين البلد ديالك خاصة تبقي دائما هو اللول في نفسك أنت وخدتك أنت تتبليك شيء بلاد أخرى حسن دائما كبر ببلادك دائما بلادك صوري فيها الحويج زوينين نحن عارفين أي بلد كيف ما تكون فيها السلبيات وفيها الإيجابيات والمغرب كذلك ولكن نحن كممثلين لبلادنا ونغيروا على بلادنا لا يمكننا أن نقولوا عليها حويج خيبين لانتي فمك دائما صابقك ولسانك كي صابقك في بحل المسائل وثاني حاجة ربغي تديري إشهار هاد المرة شي حد حتى تنجحين تدفدك شيء يدارلك عادة بجديري الإشهار لأنك مو بتادي أفد شي دي الإشهارات في الإنستغرام كنشوفها والتي كتلاح بزاف لتشي دي الإشهارات بزيان أن الواحد يخدم على رأسه لأن المغرب تخدمي في الإنستغرام حسن لك من اليوتيوب في المغرب بدخل الصرف مزيان ولكن كمو بتادي أما كتعرفش لما تدير الإشهار وعك ترون وعك تخور وحاوليش ويتشوفي الناس اللي كيتبعوك ماشي تياغا حي تيشهار وشي تدعلي الفلوس غطيها غطي زيني اليوم وخي يكون جهنم زينيها يقول لكم البنات من الناس يكونوا مبتدئين في الإنستغرام ويكونوا أكوروا وطلع ور لا يدرسوه لذلك الإشهار اللي من غير يديروه ولذلك المنتوج اللي غير يديروه ليه ولذلك الإنسان في حد ذاته غير المهم هما يوصلوا لكم المعلومات مخلصين عليها وما باقي ما على بالهم مش هما يوش هذيك الحاجة غتنفعكم أو غتضركم فالناس اللي مهتمين للسارة غابرة ما غابرة على اليوتيوب هذا فهي غبرت على اليوتيوب شحال هذا والإنستغرام مري الله غبرت عليه عندما شكي مع الرحيل ديالها بقي ما تفكش تنظن يقدر يكون تفك دابة وأنها أجاب تولطروا ولكنكم كانت تفكونا صورات ستور كما تنقوله عندما شكي لنيت ديال بالصح تاني حاجة أشغل نقول لكم الرفاق ديال سارة سبحان الله قال لك الرفاق يقدروا يجركوا الطريق وقدروا يخرجوك على الطريق في نفس الوقت فأييفاش كانت في توركيا للأسف هي لتجرات للطريق ديال الناس اللي كانت كترافقوا معهم من هم ذيك صاحبتها ووشي صحابتها بزيف يعني مجراتهم شية عندها مجراتهم شية عندها حجابهم ومجراتهم شية عندما انجذه بحاجة لتصرف بها ووشي صحابتها إلى مغرب وقالت للمغرب تطبق واحد من يطلبه في توركيا بقى يطبقه في المغرب لن يجب أحدكم الي تقول يلا كنت حاول أن تنسى شيء ما لم تنسى ان نسى واسلا رغم امك لي هاش تعيشي عيشه مقادة بش تحاول ان تنسى تنسى واشي تنسى واشي تنسى في الكبدتا شدت على راسمه بالعكس نجيت البلدي ونطور من نفسي ندير مشروع نوقف عليه نكون نجيب عامر نكون لالو ملمشي نجيب عاللي نفوج وش كتي مربوطة وش كانوا رابطين كفتورك يا ركتي قد خرجي ما مخليها موطور ما مخليها جمال ما مخليها بهي ما مخليها عود ما مخليها ركتي باع طوات ما جيت المغرب بتكملي ديك التافيه ودك الطيشة ديالك حلانا كانت يبلي العكس كانت يسحب لي غاد شي من هاد الضربة اللي بشولي ولاده غاد توقف على الرجل ودير عليش ترجعه بحل يتنشوفوه ما شاء الله كين بعض العيالة اللي كي يكونوا بحال كوه لكن للأسف هي مشتفوه ح الطريق اللي ما ما كاتب الشرش بالخير وبالحكم عندها ولداتها يعني صعيب الله يحسن اللوان